تحرص مملكة البحرين على الاستمرار في تطوير الخدمات الحكومية ودعم مسيرة التحول الرقمي الشامل وتعمل المملكة على ذلك عبر توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وتعزيز الربط الإلكتروني بما يسهو في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة من طلق الحرص على استمرار دعم مسيرة التحول الرقمي الشامل وتعزيز الربط الإلكتروني بين أنظمة العمليات الحكومية أصدرت الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء توجيها بتطوير 500 خدمة في 24 جهة حكومية ويهدف هذا التوسع في مجال استثمار التكنولوجيا إلى المساهمة في تعزيز وتحصين جودة الخدمات الحكومية والارتقاء بالعمل الحكومي وتوفير بنية تحتية تقنية متطورة للقطاعات الحكومية في المملكة ومواصلة للجهود والمساع المبذولة لتعزيز سلسلة المكتسبات الوطنية المتحققة في هذا المجال تحرص هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على استمرار دعم مسيرة التحول الرقمي الشامل وتعزيز الربط الإلكتروني بين أنظمة العمليات الحكومية وتوظيف واستثمار التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مختلف القطاعات الرئيسية والحيوية وقد عملت الهيئة على تنفيذ عملية التحول الرقمي بنسبة 200% لمائتين وخمسة وثلاثين خدمة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية وتوفيرها إلكترونيا عبر البوابة الوطنية إلى جانب تفعيل الربط الإلكتروني بين مختلف الأنظمة الحكومية وقواعد البيانات بهدف تسليط إجراءات استكمال الخدمات الحكومية وانعكست هذه الإجراءات التطويرية إيجاباً على تحسين العمل الحكومي وكفاءة تقديم الخدمات إلى جانب تقليل الاعتماد على المستندات الورقية وتسعى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالتعاون مع الجهات الحكومية كافة إلى الاستمرار في تنفيذ عمليات التحول الرقمي وتوظيف التقنيات والارتقاء بالعمليات الحكومية